لا علاقة للعلاقات الدبلوماسية بالقضية لو كان هذه العصابة التي تتحكم في الجزائر كون كانت عندها ذرة كرامة في الحق نحن عارفين عندهم مش كرامة كون كانت عندهم ذرة شجاعة لو كان رفعوا القضية هم ما هو الجنوب إفريقيا ما علاقة جنوب إفريقيا بفلسطين هل سمعتم توم كاش مرة جنوب إفريقيا هذه قالت أنا مع فلسطين ظلمة ومظلومة هل جنوب إفريقيا هذه دولة مسلمة؟ على سبيل المثال هل جنوب إفريقيا هذه تتحدث العربية وخاوتهم العرب وعيشهم؟ هل هي كذلك؟ جنوب إفريقيا حكامها لم يصنعهم القوى الخارجية لم يصنعهم الغرب أو الشر حكام من تاحهم يأتوا من شعبهم بكل ما لديهم مشاكل جنوب إفريقيا لكن شعب هو اللي يجيب الحاكم نحن لا هو الفرق جنوب إفريقيا تعرف أن عندما ترفع قضية أن أمريكا ستضغط عليها وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكل دول غربية تقريبا مع ذلك تحدثت كل هذه الدول وهي تعرف أنها تدفع ثمن وأكثر منها الدول إسرائيل نفسها ستضغط عليها وعندما مع علاقات دبلوماسية والسياسية والتجارية طيب إحنا ما عندناش علاقات لا دبلوماسية ولا سياسية بالعكس كانت الموضوع أسهل والشعب يعني تقدر تقول 99% من الجزائرين موافقين أنكم ترفعوا دعوة لماذا لم يرفعوا دعوة في رأيكم؟ لأن الرب الأمريكي اللي يخافوا منه والغربي أموما وما يخافوا إيش ربي وما يخافوا من أربابهم يقول لهم حل عينك حلوا عينيكم مرة لكم بدرتوا مجازة في تسعينات ترفعوا دعوة ضد إسرائيل يجي ليرفع بكم ضدنا نشوفوا مع دولة ترفع عليكم دعوة ولا حتى أمريكا ولا ترفع عليكم دعوة ضد ما فعلتوا في تسعينات فالرعب لما أسست المحكمة الأخرى هذه المحكمة التي تعرفت محكمة روما الرعب لأن هذه أخطر من محكمة العدل الدولي محكمة العدل الدولي في النهاية تدين الدول لا تدين الأفراد لكنهم حتى في محكمة العدل الدولي كان يمكنهم رفع قضية وكان ثم يظهروا باللي نعم خطابهم ماشي مع أفعالهم يبيعوا الريح الشعرات وحتى لو كان يكونوا في نفوسهم أنهم مع صح مع فلسطين وهما مع شهواتهم لا مع فلسطين لا مع الصحراء الغربية لا مع الهند لا مع الفيتنام هما مع شهواتهم ومن يضمن لهم البقاء في السلطة والحكم والمال والنفوذ هذا وش بلان هذا وش يهمهم لكن لو كان حتى لو كان ما يقدروش إن نظاما ذبح شعبه إن عصابات ذبحت شعبها لا تستطيع أن تتجرع على أي كان في الخارج بل بالعكس الخارج قاعد تجرع عليها ويا لا تستطيع إن عصابات ذبحت شعبها لا تدافع لا على دولته ولا على أهل البلاد ولذلك كان يمكن لهم رفع الدعوة لكنهم جبناء ورفع الدعوة لا يفترض أن تكون عندك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إطلاقا والمحكمة العدل الدولية ما هيش هي محكمة ديناية الدولية والجزائر كدولة طرف المحكمة العدل الدولية ومنذ سنوات طويلة جدا منذ نهاية الثمانينات باش ما يتلاعبوش بعقلك يعني بعض الناس بسطة مساكين يكتبوا لي يقولوا لي والله انتارك عارف والجزائر وكن عندها علاقة دبلوماسية وكن راح يفعلت وبعضهم بعضهم ينسب نفسه أنه الحراك وأنه يريد دولة مدنية كيف كيف تسكت على نظام أنت تزعم أنك ضده ولكن لما تجي في القضايا الخارجية تولي معاه الذي دمر في الداخل رهما رأى السياسة الخارجية مدمرة على البلاد قبل سبعين أو ثلاثة خرجت في مواقعهم ذوبابية ومرت في تلفزيوناتهم الجزائر تمنع الطائرات الأمريكية على المرور على الأجواء الجزائرية قال لك عليها قال لك الطائرات الأمريكية رأيت تحمل في السلاح إلى إسرائيل فالجزائر منعت ذلك خرجت الولايات المتحدة على لسان أحد متحدثيها مرأة متحدثة باسمها متحدث باسم وزارة الدفاع أو الخارجية قالت المرور عبر الأجواء الجزائرية لم يتغير كما كان حاله قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر يعني الطائرات هذه اللي هي تحمل السلاح أكثر من 200 رحلة جوية أمريكية إلى الكيان السهيوني تمر على الأجواء الجزائرية وما كانوا قادرين يمروا على البحر المتوسط ولا حتى على إسبانيا وإيطاليا ويعودوا لكن المرور على الأجواء الجزائرية يربحهم 300 أو 400 كيلومتر يعني يربحهم 1.5 ساعة أو 40 دقيقة في السفر إضافة إلى الكروزي فالعصابة لا تستطيع خاصة خاصة بعد صفعة البريكس وقد كانت صفعة مرعبة كانوا يعتمدوا على الروس والصين فإذا بالروس يخرجوا يقولهم إحنا اللي قبلناهم في البريكس هو الدول اللي عندها هيبة وعندها كلمة على الساحة الدولية وخاصة بعد اتهام القضاء السويسري لنزار الذي قتلوه والآن نمتأكدين منها اتهامه بأنه مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية هو والذين كانوا معه وإن كان ما سموهمش بصحة تسمية كانت رايحة جي ونزار قتلوه لماذا باختصار بسيط لأن نزار قال أنا كنروح للمحكمة نجيبكم قاعد فكان ولما تقررت المحاكمة ما بين جوان وجويليا في الصيف هذا يقعوا رواحهم أمام حصلة إذا راح ويديرها يجيب لهم أسماواتهم كامل يولوا تحت الطلب وإذا منعوه سويسرا تقول لهم ما راك ما عطيتوني ضمانات باش يجي عليش تمنعوه ويخرج بوه يقول أنا منعوني فالقاوة أن الحل الأفضل هو أن يوافيه أن يزوروا ملك الموت يسرعونهم بزيارة ملك الموت وكأنهم تخلصوا هذا موضوع مش حتى تتخلصوا منه بالمناسبة هذا موضوع ستتبين في حقائق وتتكشف ومنع ابنه من السفر منع لطفي من السفر ربما أحد الأسباب لكن لطفي عنده طرق باش يوصل المعلومات حتى هو في الجزائر هذا إذا ما سجنتوش أو تنلحقتوه بباباه يعني أنتم كم شاء من القتلى من الذين قتلوا الرضع وذبحوا النساء واختصبوا النساء وقتلوا الرجال والنساء وفعلوا الأفاعيل ونهار لتكشف هذا الحقائق سواء كنت معا بينكم حيا أو ميتا ستعرفون حجم ما فعلوه وقد كتب كثير من خاوتنا أو صحيح رغم نزال لم يتبين واحد في الألف ما زال ما تبينش من حقيقة ما حدث في التسعينات لا تعتقدون أن لدينا دولة دولة أسيرة لا تعتقدون أن لدينا نظام حكم نظام حكم راتحت الرونجيرس